أكدت معالي سيدة فوزية بنت عبدالله زينة لرئيسة مجلس النواب أن البرلمانات والمجالس التشريعية في دول العالم مطالبة بمراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وكذلك السياسات التي تتخذها الحكومات لتفعيل دورها في هذا الجانب مبينة ضرورة أن تكون البرلمانات واضحة في مواقفها وقراراتها ضد الجماعات الإرهابية وأشرت معاليها إلى أن مملكة البحرين تعمل على تنفيذ توجيهات صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة أيده الله ورعاه بإعداد مشروع قانون جديد وشامل لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف وازدراء الأديان في جميع وسائل التعبير عن الرأي بما يدعم نشر قيم الاعتدال والتسامح وثقافة السلام والحوار والتصدي للأفكار المتشددة المغذية للفتن والعنف والإرهاب واستعرضت رئيسة مجلس نواب خلال كلمتها أمام أعمال القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب التي عقدت اليوم في العاصمة النمساوية فيينا استعرضت تجربة مملكة البحرين في مجال محاربة الإرهاب ومحاصرته منوهة إلى أن الحوار بين ممثلي البرلمانات فرصة تعد مواتية لتعزيز دورهم وتيسير آليات تبادل المعلومات بينهم فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب فضلا عن تعديل منظومة تشريعات مكافحة الأفكار المتطرفة والاتفاق على آليات محاربة الإرهاب وصولا لمستقبل آمن خال من الفكر المتطرف كما نوهت لضرورة إحداث مراجعة دورية لتشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب إلى جانب تفعيل القوانين والاتفاقيات التي تسهل تجميد أصول وممتلكات الجماعات الإرهابية لتجفيف منابع التمويل وأحث المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم بشأن الدول التي تؤوي الإرهابيين ولفتت معاليها إلى أن المجالس التشريعية والاتحادات البرلمانية والمنظمات الحقوقية بحاجة لوقفة جادة ومراجعة دقيقة للمواقف التي قد تؤدي لإعانة بعض الجماعات الإرهابية أو تبني أعمالها العنيفة والتخريبية التي تحمل غطاء المطالبات الديمقراطية والحقوقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر